اشتركوا في القناة بس بدي اطرح سؤال سريعا وبتمنى من الجميع يجاوب عليه وفي التعليقات على اساس انه انت تعرف عن نفسك شو كم المعلومات اللي بتعرفها وكم المعلومات اللي ممكن انت ما بتعرفها في بعض الامور طبعا راح اسيرا نزلكم ان شاء الله بين كل فترة وفترة سؤال راح يكون سريع وبديهي على اساس انه انت تقدر تجمع معلومات ممكن ما كانتش جاي يعني ما مرت عليك او ما اجت في بالك في وقت من الاوقات الان هذا المحرك طبعا لما كان محترق لما اجاني طبعا انا ما صورت عليه وهو محترق فالان اجا في بالي اصور الموضوع بعد ما لفيته سبحان الله المهم الان المحرك هذا لما اجاني اجاني محروق الطبقة الاخيرة اللي من الداخل محروق اربع مجموعات اللي هي بالداخل طبعا هذا 1400 دورة ملفوف ثلاث طبقات يعني فأجاني محروق الطبقة اللي من الداخل يعني الاربع مجموعات اللي في الداخل محروقة سودة فقط وباقي المحرك ما في عليه اي حرق ولا اي شيء وسلك نضيف وما في عليه مشاكل الان السؤال الان السؤال طبعا الكل اللي توقع انه اسأل انه شو سبب الحرق لا هو سبب الحرق يا اخوان سقوط فاز هاي الطريقة لما انطبق وحدة انحرق هو سبب الحرق سقوط فاز لكن السؤال اللي انا بدي اطرحه هو اذا انت بتعرف توصيلة المحرك الخارجية من هاي الطريقة يعني ما هي توصيلة المحرك على الروزيتا الخارجية لما نكون المحرك محروق في طبقة وحدة يا ريت تجاوبونا ويا ريت الكل يشارك معنا ويتفاعل معنا في هذا السؤال ولا تنسوا زي ما بصيكم دائما بصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة